أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية مش بس إحنا اللي احتفلنا مبارح لا الحقيقة العالم كله احتفل مع النادي الأهلي بافتتاح ملعابه الجديد بالأمس وده بيأكد أنه المسيرة بمستمر مهم جدا وانا باتكلم مع حضراتكم ووضح لكم بعض التفاصيل المتعلقة بقصة رمضان صبح عشان الأمور تبقى واضحة للنادي الهدف مش أن احنا نوصل رسالة لحد أو نتكلم معاحد لكن مهم أنه الجمهور يعرف بشكل واضح وصريح تطورات الموضوع من أول والآخر والموضوع ابتدى الحقيقة من شهر إبريل اللي فات تحديدا يعني من شهر إبريل بدأ النادي الأهلي في المفاوضات مع هادرسفيلد النادي اللي معاه بطاقة رمضان واللي بيلعب رمضان للأهلي على سبيل إعارة منه الفترة الأخيرة المفاوضات توقفت في البداية وهادرسفيلد كان الرد بتاعه واضح وصريح يلاح أنه فيه أزمة كورونا مجتاح العالم ونحن مش عارفين الدنيا رايحة فين ومنش عارفين الكرة هترجع أو لمش هترجع استمرت المفاوضات بين الأهلي وهادرسفيلد بعض لاحبه في اللاعب للنادي الأهلي يعني الأهلي لم يقوم بالتفاوض مع هادرسفيلد إلا بعد ما تأكد من رغبة اللاعب في اللاعب للنادي الأهلي وستمرت المفاوضات من إبريل لغاية لما تم التوصل وإحنا يمكن قلنا لحضراتكم أنه خلال ساعات من كلام ده من 3 أو 4 حلقات خلال ساعات هيتم حسم الأمور بشكل نهائي وده اللي تم بالفعل ما بين الأهلي وهدس فيلد يعني الاتفاق اللي حصل بين الأهلي وهدس فيلد أي إن كان المقابل المالي بقى لاتفقنا عليه في النهاية الهدس فيلد كان وصل في النهاية أنه طالب 4 مليون ووقف عندها الأهلي يمكن وصل أو نجح أنه يكسر الرقم ده بحاجة بسيطة لكن تم الاتفاق مع هدس فيلد أنه في مقابل مادي هيدفع فيه سبيل الحصول على بطاقة رمضان صبحي وهنا بدأت القصة مع اللاعب اللي طلب منه الأهلي أنه يبلغ هدس فيلد تاون برغبته في اللعب لنادي الأهلي وده حصل على مدار جلسة كان فيها حجة أنه هفكر هشوف هعمل جلسة و2 و3 لغاية لما أعلن اللاعب وزي ما قلنا لحضراتكم عن رغبته في اللعب لنادي بيرامد باختصار شديد جداً ممكن أقول لحضراتكم كده الأهلي بمن حضر نقطة ومن أول السطر وما فيش داعي أنه نخد فيه تفاصيل لكن أنا عايز أفكر جمهور الأهلي أنه الأهلي كان فيه أسماء عظيمة جداً وأساطير كبيرة جداً من أول التتشل صالح سليم للخطيب غيرهم وغيرهم وغيرهم منهم اللي اعتزل ومنهم اللي ساب النادي ومنهم اللي باع الجمهور لا الأهلي بطل يفوز ولا البطلات بطلنا نحصل عليها الأهلي ما بيقفش على حد والأهلي فوق الجميع الموضوع في الأول والآخر والآخر اختيار وكل إنسان حر في النهاية في اختياراته في حد ممكن يختار الفلوس في حد تاني ممكن يختار الكيان وهو باكيج كل واحد بيحسبها حزبته فيه ناس بتبص تحت لجليها النهاردة وفيه ناس بصى لعشر وعشرين وثلاثين سنة قدام وكل واحد في النهاية هو اختياره ويتحمل مسؤولات قراره ويتحمل أيضاً مسؤولات اختياره بس خليكوا فاكرين دايماً وعندنا نمازج كتير أنا مش عايز أذكر أسماء ثابت النادي الأهلي وتركت الكيان دا ورجعت دفع التامن غالي أول وصدقوني الفلوس ما بتعملش إنسان يعني فيه ناس ممكن تختار الفلوس في لحظة معينة وهي فاكرة أنها حصلت على كل شيء لكن أبداً فلوس مش ممكن تعمل بنيئات وخلييني أقول لحضراتكم مؤكد مرة تانية أنه الأهلي ليه فلسفة احنا بكلم على فريق عظيم جداً بطولاته في كل مش بتكلم على كرة بس بتكلم على مختلف رياضات بتكلم على بطولات مستمرة من أول ما نشأ النادي لغاية النهاردة الأهلي ليه فلسفة مهمة جداً وليه قيم ومبادئ حريص جداً ويحافظ عليها الأهلي ما بيحافظ على لعيب وأرجو إنه كلمة دي تبقى أطحل حضراتكم الأهلي النادي الأهلي ما بيحافظ على لعيب النادي الأهلي بيحافظ على فريق مشتان هل تتخيلوا حضراتكم أنه الأهلي مش ممكن يدفع يعني هل تتخيلوا حضراتكم أنه لو الأهلي عايز لعيب ما احنا عندنا كان أكتر من صفقة الحقيقة كان الأهلي مهتم بيها وشايف أنها ممكن تمثل إضافة للفريق وفي بعض الأوقات كنا بتشوف مراكز معينة بعينها محتاجة دعم محتاجة تدعيم وكان فيه لعيبك وقاسة جدا وكان ممكن الأهلي يدفع بمتالي سهولة المشكلة أو المبدأ مش مبدأ متعلق بالمادة الفكرة أنه الأهلي بيحافظ على فرقته وده الهدف الأهم وده الهدف الأسمى